المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار رأي أصحابكم خلالها علي الموسى والبداية دوماً بأبرز العناوين نحن مؤمنون ببرلمان الطالب ومتحمسون له كل عام الغانة مفتتحاً برلمان الطالب فرصة لحوار ديمقراطي في إطار دستوري نرفع النصف عشان نقلل عدد المقبولين أنتم مطالبين بتبرير للطلبة على سبح حرائق ارتفاع نسب القبول وحرائق الاجدادية محور جلسة طلبة البرلمانية تم إعلان خلوة المقاعد خيطان تسليم أهلية وهي تلسكان البلد يلتأم بعد طول غيابة ويعلن خلوة مقاعد المترشحين للأمة إصدار أول رخصة بناء إلكترونية وإشادة بالإنجاز والإجازة موت الفقيد محمد الشلاحي يكشف أعماله الخيرية في كلمته خلال افتتاح برلمان الطالب الرابع أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن فكرة برلمان الطالب متقدمة وتنطوي على أهمية كبيرة وتحوي بين ممارسات أعضائها حجما هائلا من الجدية والمثابرة مبينا أن هذا التقليد السنوي أصبح جزءا من أجندة مجلس الأمة ويحظى باهتمام الجميع من رئاسة ونواب وأمانة عامة إن فكرة برلمان الطالب فكرة متقدمة وتنطوي على أهمية كبيرة وتحوي بين ممارسات أعضائها حجما هائلا من الجدية والمثابرة فمن نحن بصدد الحوار معهم هم شريحة شبابية واسعة شريحة هي الأكبر وهي الأنشط وهي الشريحة المشحونة بالأحلام والتطلعات والآمال اللانهائية ومن نحن بصدد الحوار معهم هم الشريحة الأضخم التي ستتدفق على سوق العمل خلال سنوات قليلة هي الشريحة التي من ملامحها العامة ستعرف كيف هي ملامح التنمية والتقدم في بلدنا هي الشريحة التي ستجبرنا في القادم من الأيام أن نستمع إليها وننصت وهي التي ستقول لنا إلى أين يجب أن نمضي وبعيداً عن كل السلطات الأبوية والمحرمات السياسية والثقافية والتابوهات الاجتماعية علينا أن ندرك أن أبناءنا الطلب ناضجون برغم حداثة سنهم وراشدون برغم محاولات إبقائهم صغارة لذلك نحن مؤمنون ببرلمان الطالب ومتحمسون له كل عام ولتلك الأسباب نحن منفتحون على كل فكرة جديدة من شأنها أن تطور تلك الممارسة بما فيها فكرة أن نضم في المستقبل طلبة وطالبات المدارس الخاصة لعضوية برلمان الطالب حتى نطمن أن يكون برلمان الطالب ممثلاً لكل طلبة الكويت من جهته أكد وزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس أن برلمان الطالب ضرورة حضارية تلبي احتياجات الأبناء وتعين على امتلاك زمام المبادرة والتفاعل بإيجابية مع متطالبات الحياة الديمقراطية التي يتميز بها الوطن ولا شك أن التعليم يحظي بدعم هائل ومتواصل من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والقائد الإنساني حفظه الله ورعاه باعتباره قوة المجتمع الكويتي وأهم وسائل تحقيق التهنمية وفي ظل هذا الدعم المتنامي نستطيع التأكيد أن تعميق شعور أبنائنا بالولاء للوطن وتطبيق الديمقراطية بصورة عملية صحيحة وتجريبهم على كيفية التعامل مع غضاياهم وممارسة الحق في التعبير عن الرأي بموضوعية لهو أفضل سبيل نحو تعزيز مبادئ النظام الديمقراطي في نفسهم على ثقة في تحقيق كامل الأهداف المنشودة لأعمال برلمان الطالب من نشر الوعي البرلماني بينهم وتدريبهم على ممارسة حقهم في التعبير بموضوعية وتقبل وجهات النظر المختلفة وكانت جلسة برلمان الطالب قد انعقدت صباحا بحضور ممثلين عن طلاب المدارس الحكومية وعدة جهات رسمية وعدد من المسؤولين والوزراء والنواب الذين استمعوا إلى مطالب شباب المستقبل تقرير رباب الداح جلسة برلمانية في مجلس الأمة غير عادية انعقدت اليوم في التاسعة صباحا إذانا ببدء جدول أعمال ما يعرف ببرلمان الطالب انعقدت الجلسة على مرأة ومسمع من المسؤولين التربويين على رأسهم وزير التربية الذي استمع مباشرة لمشاكل الطلاب وهمهم والمشكلة الأبرز لم تعد خافية على أحد حرائق جامعة أشدادية متكررة شنظم بالطلبة في أن احنا ما عادنا سوى جامعة وحدة مقادرة تستعب مخرجات التعليم فبالمقابل شن الحل لابني جامعة ثانية؟ لا نرفع النسب عشان نقلل العدد المقبولين عفوا نسيت عندنا جامعة ثانية لكن احترقت سبع مرات آخر مرة في 28 أربعة 2017 يعني قبل ثلاثة أيام وكالعادة السبب مجهول مرة واحدة حطيت السبب على زيقارة من العلم أن المشروع مراقب بالكاميرات 24 ساعة أنا أقول بما أن الكاميرات ما استفدنا منها شيء نطفيها ونشغل رقية شرعية يمكن نقولون أن فيها جن تاريخ من الحرائق والفاعل مجهول بينما طالب مقنع حرق غرفة بمدرسة تم التعرف عليه من ثاني يوم أنتم مطالبين بتبرير للطلبة على السبع حرائق من 2013 وحتى تاريخ 28 أربعة 2017 نسب القبول في جامعة الكويت فاقت نسب القبول في الجامعات الخاصة العالمية مشكلة تحدث عنها العديد من الطلاب الأعضاء في كل عام وقبل انتاء السنة يخرج لنا مسؤول من الجامعة بمؤتمر صحفي يزف لنا البشرة سابع فيقول تم رفع نسبة قبول الخريجية الثانوية من وإلى حتى أن وصلت النسبة التي تأهل الطالب لدخول الجامعة تفوق نسبة الدخول لجامعة هارفورد التي تصنف الأولى عالميا فلعقى ذلك أخ الرئيس الجلسة التي التزم فيها الأعضاء الطلاب باللائحة الداخلية للمجلس والقوانين لم تخلو من بعض المداخلات التي فرضت نوعا من الطرفة على مجريات جلسة اليوم أنا أيد رجوع التجنيد لكن حصص البدنية ما تكفي أن تكون حصة واحدة أو حصتين بالأسبوع لازم يكون يوميا حصص بدنية للتغليل من السمنة مكتوب بالكتاب سحاحة الطالب يقعد يفكر شنو يعني سحاحة سحاحة هو شيء ينزل السوائل هذا بالكيمية فقاعد نشوف أن العمل بس الأستاذ اللي يشتغل الطالب مو قاعد يشتغل وش لونه بيفهم شنو يعني سحاحة عشان يكتب بالامتحان شنو يعني سحاحة الناء فاطمة دزي اللي بورقة شنو معنى سحاحة لأن أنا ما عارفها الجلسة بما طرح فيها من أفكار وحلول ستكون محل متابعة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هذا ما أكد عليه الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة عبد الحكيم السبتي في تصريحه عقب الجلسة هذه المشاكل ولهذه الهموم وما يريده الطلب حقيقة هي يعني محط اهتمام معالي رئيس مجلس الأمة وأيضا يوجه من خلال اللجان في مجلس الأمة اللجنة التعليمية بشكل عام وأيضا من خلال السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة التربية للوقوف على هذه المشاكل وحلها ويهدف برلمان الطالب إلى تعميق شعور الشباب بالولاء والانتماء للوطن وتعريفهم بمفهوم الديمقراطية وتبصير الطلاب بأهم القضايا المجتمعية وكيفية التعامل معها وتدريبهم على كيفية ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بكل حرية وديمقراطية رباب بداح الراي بعد تعذرنا طال شهورا وحال دون انعقاده التأم المجلس البلدي في جلسة عادية ضمن دور الانعقاد الحادي عشر وفق خلالها على إعلان خلوي مقاعد خمسة أعضاء بعد ترشوحهم لانتخابات مجلس الأمة وهم أحمد جديان البغيلي وعبدالله الكندري ومشاري المطوطح ومانع العجمي ونايف السور من جهة أخرى وافق المجلس على تسليم القطعتين الثالثة والرابعة في منطقة خيطان إلى المؤسسة العامة لرعاية السكنية وتحتوي القطعتان على ألف ومائتي قاسمة سكنية بكامل مرافقها بمساحة تبلغ مليون وخمسمائة ألف متر مربع عقد المجلس اليوم اجتماعاته بعد فترة يمكن من القطاع أو من غبكة القانونية وتم إعلان خلو المقاعد وعلى هذا الحالة سوف يكمل المجلس مدته بعضاء الحاليين بالعدد الموجود للفترة المتبقية التي هي أقل من ستة أشهر وإن شاء الله سوف نطالب خلال أسابيع القادمة بأن تكون عندنا جلسات عادية مكثفة ومعجلة بطريقة أن نعوض ما تم فاته في الفترة السابقة اليوم من أبرز المواضيع اللي خلصناها في المجلس وتوم الموافقة عليها خيطان تسليمه لهيات السكان على أن بعشتراطا لا يقل عن 1200 أو 1300 وحدة سكنية أول رخصة بناء آلية أصدرتها بلدية الكويت عن طريق أحد المكاتب الهندسية خلال 24 ساعة وبهذه المناسبة أشهد وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بجهود الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت والرامية إلى تطوير العمل وسرعة إنجاز معاملات البناء إلكترونيا تأكيد حكومي على حرص الكويت على حفظ حقوق العاملين وفقا للدستور صدر على لسان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بمناسبة يوم العمال العالمي وقالت الصبيح إن الدستور نص على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية وأن تشريعات جاءت لتكفل حقوق العاملين وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل بعد أن كانت في السابق محكومة بقوانين مستمدة من الأعراف والتقاليد وكيل وزارة النفطة شيخ طلال العذب الصباح أكد ضرورة نشر الوعي البيئي وتثقيف صناع القرار بأهمية التنوع البيولوجي ووضع وتنفيذ سياسات لضمان المحافظة على التوازن البيئي جاء ذلك في كلمة للشيخ طلال ألقاها نيابة عن وزير النفطة ووزير الكهرباء والماء صام المرزوقة خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان التنوع البيولوجي للكائنات الحيوانية في مناطق المد والجزرة في الكويت وقال الشيخ طلال أن الكويت تمر حاليا بعملية معالجة بيئية ضخمة للتنوع البيولوجي مشيرا إلى أنه حان الوقت لمعرفة أهمية هذا التنوع وأن أي خلل فيها سيؤثر سلبا على البيئة كرمت الإدارة العامة للإطفاء البطل وكيل عريف فهد الفريحة بمنحه مكافأة بأعمال تستحق التقدير ومنحه خلال فترة سابقة وسام الفارس والممنوح من المنظمة الدولية للحماية المدنية إضافة إلى المكافأة السنوية المعتادة بتعليمات من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العلام بالوكال الشيخ محمد العبد الله الذي أمر بطلب أعلى مكافأة مالية وصدرت موافقة من مجلس ديوان الخدمة المدنية على منحه السقف الأعلى من المكافأة المالية الخاصة بالأعمال الجليلة من جانبه ثمن الفريحة هذه المبادرة معتبرا إياها لفتة كريمة من العبد الله والحكومة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الشباب بالوكال خالد روضان أكد أن الشباب الكويتية رمز للنجاح والرقي وهم أساس كل تقدم بما يحققونه من إبداعات وإنجازات وقال روضان في تصريح للصحفيين على هامش حفل النادي العلمي الكويتي باختتام مسابقة العلوم والهندسة الخامسة إن هناك ألفاً ومائتين وثمانية وأربعين شخصاً مستفيدون من هذه المسابقة نشكر أمانة الرئيس نادي العلمي سيد طلال جاسم مخرافي على هذه الجهود الطيبة اليوم ما شفناه بالحفل هو تعاون جهات مختلفة وهذا هو الأهم لألف ومائتين وثمانة وأربعين شخص مستفيد من هذه المسابقة وهو تسجيع للعلم والهندسة وغيرها من العلم ما ستشهده هذه القاعة الليلة ليس حدثاً واحداً بل حدثان مهمان ختام فعاليات برنامج العلوم والهندسة وتكريم الفائزين وبداية البرنامج المتكامل لأنشأة هذه الإدارة والذي يعمل النادي العلمي من خلالها على إتصال مفاهيم أكثر حداثة لمواكبة التطور الذي يشهده العالم من حوله إلى مثواه الأخير في مقبرة الإصليبخات تشيعت جموع المعزين جثمان رجل الأعمال الكويتي الفقيد محمد متعب الشلاحي والذي توفي في تركيا حيث كان برفقة معارض إيراني لنظام إثر هجوم مسلح تعرضا لها وابتهل المعزون إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان هذا وتداولت أسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقالات تتحدث عن مناقب الفقيد ومآثره وتناقل فيديوهات لمساعدات كان يقدمها ذاكرين أنه كان ممن ينفقون أموالهم سرا لكفالة الأيتام والمرضى والأرامل والمنكوبين في كل من سوريا والعراق واليمن وفيما كان يرفض الفقيد ذكر اسمه فقد تعارف من كان يساعدونه في نشر المعونات على تقديمها باسم أبو فواز وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الداعية دكتور فيحان الجرمان بداية دكتور عظم الله أجوركم بوفاة الفقيد هل لك أن تطلعنا أكثر على المساعدات التي كان يقدمها الفقيد للفقراء والمحتاجين أولا الحمد رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا تقدم خالص الأعزاء لأسرة الفقيد محمد نتعب الشلاحي ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلاء أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته أما ما يتعلق في يعني الإنفاق والصدقة فكان رحمه الله تعالى كان كثير الإنفاق والبذل والعطاء وكان يمد يده لكل من يحتاج إلى مساعدة ويحرص رحمه الله تعالى أن يكون عمله سرا لله عز وجل لأنه هو يدرك رحمه الله أن صدقة السر هي أقرب للإخلاص فكان رحمه الله لا يحب أن يذكر اسمه وكنت بالحقيقة أنا أجبره يعني على ذكر الاسم وكان يرفض يعني بتاتا إلا أنني أجبره ولو كان بذكر اسم الكنية أو اسم الولد وكان رحمه الله يذهب وهو غير راضي وأنا بالحقيقة يعني لم أذكر اسمه إلا بعد وفاته رحمه الله تعالى نعم دكتور ما حجم المساعدات التي كان يقدمها كان بالحقيقة يعني يمد يده لكل يعني فقير ولكل أسرة محتاجة ولكل يعني مسلم محتاج إلى المساعد فكان يمد يده إلى الأخوة المشردين في سوريا وكان يبدل المال وهو بنفسه رحمه الله كان يكلمني بنفسه وكان يأتي وكان أيضا يمد يده لأخوانه المشردين في العراق وأيضا في اليمن فهو السباق رحمه الله تعالى نعم الدعية الدكتور رافحان الجرمان شكرا جزيلا لك الوطني ديشن فرع بيان الذكي تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم افتتح بنك الكويت الوطني فرعا جديدا في منطقة بيان وهو الفرع الذكي الثاني للبنك وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني صلاح الفليج إن الوطني يحرص دائما على تطوير شبكة فروعه المحلية والخارجية بالإضافة إلى دعم قنواته المسرفية الرقمية الذكية بما يعكس الطفرات النوعية المتنامية في عمليات البنك الإلكترونية والرقمية أنا أعتبر حسب ما سمعت بأن هذا الفرع متميز وخدمة لعملاء البنك الوطني من مواطنين ومن سرعة إنجاز معاملاتهم والمعاملات الذكية الديزاين هو أن الفرع ما فيه أي كاونتر فرع خدمات للعملاء لما يدخل العميل يروح لمكتب خاص يكون فيه الموظف يكون بخدمته لجميع الأغراض والحلول المصرفية التي يحتاجها العميل أكد المحلل العقاري أحمد الأحمد أن البنك المركزية لحظ الارتفاع الخيالية في الأسعار فتشدد في شروط التمويل الأمر الذي قلل تداول العقاري وقال الأحمد للرأي الإلكترونية إن الرهن العقارية سلاح ذو حدين فله أن يفرج هموم المواطنين بامتلاك العقار أو رفع أسعار العقار 200% أظن أن البنك المركزي لكويتي لاحظ ارتفاعات كبيرة ونفس ما قلنا خيالية فشدد شوية على عملية التمويل في شروطها أحيانا يكون التمويل أو الرهن العقاري يعني سلاح ذو حدين أحيانا يفرج هموم المواطنين في تملك العقار وأحيانا إذا استخدموه بسلوب خاطئ أحيانا أو مو أحيانا هذه الحقيقة نفس ما شفنا بسوطة التي طافت ممكن يرفع عقارات إلى نسبة 200% على انخفاض في مؤشراتها الرئيسية الثلاثة أغلقت بورصة الكويت تدولاتها حيث أنهى المؤشر السعري تعاملاته هابطا بنحو خمسين نقطة في حين تراجع الوزني بنحو ثلاث نقاط أما مؤشر كويت خمسة عشر فقد اختتم تدولاته منخفضا بست نقاط ونحو ستة عشر نقطة وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو أحد عشر مليون وثلاثمائة ألف دينار رصاصة الأخيرة لموسم الرماية التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم الهيئة العامة للرياضة طالبت جميع أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية إلى تقديم كشوف الذمم المالية الخاصة بهم قبل انتهاء المدة المحددة وأكدت الهيئة في بيان حرصها على مد جسور التعاون مع جميع الهيئات والجهات الحكومية على نحو يحقق الصالح العام وشددت على ضرورة التزام الجميع بتقديم كشف الذمة المالية قبل انتهاء المدة المحددة قبيل منتصف الشهر الجهري تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات والجزاءات حول فريق السالمية تأخره بهدف إلى فوزة بأربعة أهداف أمام فريق الفحاحين لينتهي اللقاء بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دور فيفا لكرة القدم تقدم الخاسر بالهدف الأول عن طريق المحترف أتير توماس فيما أدرك التعادل لسالمية محمد للسويدان قبل نهاية الشوطة الأول من المباراة وفي الحصة الثانية أعطى التقدم لأسماوي فهد الرشيدي فيما سجل الهدف الثالث نايف زويد ليعود حبيب مايتي بتقليص الفارق بتسجيله الهدف الثاني بينما اختتم أهداف المباراة اللاعب نايف زويد ليرفع سالمية رصيده بعد هذا الفوز إلى أربعين نقطة محتلا المركز الخامس الاتحاد الكويتي للرماية أنهى نشاطه ومسابقته المحلية للموسم الرياضي 2016-2017 بختام بطولة الشيخ صباح السالم لحمود السنوية للرماية وأشاد راعي البطولة رئيس الإدارة العامة لطيارة المدنية شيخ سلمان لحمود بالعمل المميز لمجلس إدارة النادي في إدارته لللعبة ما أثمر تحقيق الكثير من الإنجازات للرياضة الكويتية وأهنأ لحمود منتسبي النادي على رفع لقاف المفروض على رياضة الرماية الكويتية على المستوى الدولي والذي جاء بقرار من محكمة الرياضية الدولية كاسة في هذه المناسبة أتقدم جزيل الشكر لأخي المهندس داعيج خلف الاعتابي وأيضاً للأخوة أضع مجلس إدارة على حسن إدارتهم وتنظيمهم لنشاط رياضة الرماية والإنجازات التحقق كما يصرني أن أبارك لهم حكم محكمة الكاس في سويسرا في إعادة أو رفع إيقاف عن رياضة الرماية دولياً أعملين لهم إن شاء الله مواصلة النشاط لرفعة وشأن رياضة الكويتية في كل المحافل هني أولاً صاحب السمو الأمير وسمو العهد على رفع الإيقاف عن التحاد الكويتي وهذه فرحة الحقيقة الجميع يجب أن يفرح فيها وهني أخوي سلمان صباح الحمود الصباح ورئيس التحاد الكويتي المهندس داعيج عتيبي على جهودهم الحديثة في المتابعة وإن شاء الله نكون دائماً على طول في تعاون وفي إن شاء الله نجني ثمار هذه الأخبار الطيبة نشكر معالي الأخي الشيخ سلمان صباح الحمود لحضوره اليوم في نادي الرماية وتشريفه لنا في هذه البطولة ونيابة عن إخواننا الرماية وجميع منتسي بريات الرماية وإخواني أعظام الجيدارة نتقدم بالتهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رجب الجزراء بمناسبة رفع الإيقاف عن رياضة الرماية الكويتية وانتمنى إن شاء الله أن كافة التحادات الرياضية الكويتية يرفع عنها الإيقاف وقبل ختم نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشرتنا وبرامزنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة